اهلا بكم الى موجز اخبار الان قال الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريز ان الاستفتاء الذي يعتزم اقليم كورجستان العراق تنظيمه يوم 25 سبتمبر بشأن الانفصال عن العراق سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة تنظيم داعش واعادة بناء المناطق المستردة ودعا جوتيريز كل الزعماء في العراق للتطرقي لهذه المسألة بصبر وبضبط نفس امهلت الكويت سفير كوريا الشمالية لديها شهرا لمغادرة البلاد قبل تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق مقال مسؤولون كويتيون مشيرنا الى ان بلادهم لن تجدد تصريح الاقامة لمواطني كوريا الشمالية بمجرد انتهاء التصريح السارية بالفعل واوقفت الكويت ايضا اصدار اي تصريح اقامة او دخول للبلاد لمواطني كوريا الشمالية اعادت قوات خفر السواحل الليبية اكثر من ثلاثة الاف مهاجر في غضون اسبوع في حين وصل نحو الفين الى ايطاليا وافاد مسؤول في البحرية امس بانه تم تنفيذ اثنتي عشرة عملية منفصلة قبالة السواحل الغربية للبلاد خلال اسبوع في اكبر عدد تعلنه السلطات الليبية منذ منتصف تموز يوليو تحقق الشرطة البريطانية من هوية وجنسية المشتبه بهما في تفجير متر الانفاق في لندن والذين تم اعتقالهما مؤخرا وذكرت صحيفة التليغراف البريطانية وفق بيانات الشرطة ان المشتبهين الذين تم اعتقالهما مؤخرا هما لاجئان من سوريا والعراق اعلن المركز الامريكي لمراقبة الاعاصير ان العاصفة ماريا اشتدت قوتها لتصبح اعصارا من الفئة الاولى يتجه نحو البحر الكاريبي وقال المركز ان عين الاعصار ماريا على بعد 225 كيلو متر شمال شرقي بربادوس وترافقه رياح تبلغ سرعتها 120 كيلو متر في الساعة ما يجعله اعصارا من الفئة الاولى ابتكرت امارة دبي طريقة لتنبيه السائقين من السرعة الزائدة اذ بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال الاسبوع الاول من العام الدراسي الحالي بتوجه رسائل ذكية تتفاعل مع السائقين واولياء الامور في مناطق المدارس على طريقة ايموجي في رموز واساب وتعكس الحالة النفسية للسائقين مع عبارات ارشادية بحسب السرعة للمركبة عند مرورها على اجهزة وحساسات بالقرب من مناطق المدارس وفقا لمكتب الاتصال الحكومي في دبي واصل فيلم الرعب بايت تصدره لإيرادات السينما الامريكية للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات تذاكر بلغت نحو ستين مليون دولار الفيلم من بطولة بيل سكارسجارد وغايدن لوبرهور ومن اخراج اندريس مونشيتي الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة التلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سوبسكرايب وانا عجبكم ذلك لا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة